طلبنا المحاضرة السادسة الكيمية لا يوجد شيء من التفقين المصدر الأساسي للكاربوهايدرات هو النشا ستحفظ النشا هو المصدر الأساسي للكاربوهايدرات المصدر الأساسي للكاربوهايدرات هو النشا زي بعدين نشألك هو الهضم وين يبدأ بالماوث بالفئم ما يريدك تحفظ هو بالمادة بالماوث ليه مثلما اللعاب ما للمدل أميليز يفرز حلو لما نفرز هادة ألف أميليز بالمعدة ألف أميليز هادة غير مديدل مفعالة وغير نشط ما يفيد يعني ما يشتغل بيان قوسيا ليش لان البي اتش منخفض داخل المعدة حامضي لوسط المعدة خوش اوكي هاي خلص بدنا نتحفظ هنالشغلتين شنسوي هسه هتمنى التصوير واضح لان يعني هاي هاي امكانيتنا شنسوي يعني ما اصد الفرصة اجيب لي ميازه هذي انتشيز طبعا هذاني بعدها نشوف خلق قرب هنالك المونو سكرا اي ذاني انواعها يعني بدون المفروض تعرفوا انتين وديها سكرا اي دول بولي سكرا اي ذاني اثنية ذاني اثنية اثنية غايجان يعني رسمي ذاني يجان فراغي دون صح وخاطة يجن اختيار هاي تشيز لي اها مثل الورد خوش هاي جدا مهمة ماعرفي الكاميرا مغوشة ماعرف شنو فجم والله ماادري ايه نرجع نرجع عفوا الانزيمات المرتبطة بالاوتر سورفيس بسطة الخارجي مال انتستاينال ابي ثلال انا نشوف باع جا اقل لك بس لحظة الدياساكرايد minds darkly decreed before interestin adي dans pm اجدك هاي الدايا سكرايد ؟ و الديكسترين اليا جدار الامعاء يتم هذمها بواست انزيم ردك تحفظ ل المكان الانزيم فقط outer surface of intestinal مال شي .. واضح ؟ تمام الفريكتوز ميتابوليزم شنو مصادر الفريكتوز ميتابوليزم بس مصادرة الفواكه والذرة هذا عصير الذرة انا ما عارف من يشرب عصير الذرة والعسل تمام دني مصادر الفريكتوز هنا هاي شو اتبهوا الفريكتوز الغذائي يتحول الى فريكتوز واحد بي بواسطة هذا الانزيم البلاحمر ثم بواسطة تفاعل الفريكتوز واحد بي خوش الفريكتوز واحد بي الفريكتوز واحد بي الفريكتوز واحد بي انزيم والفريكتوز واحد بي هذي مركب ما العلاقة فهذا المركب الفريكتوز تحول الى هذا المركب بواسطة الفريكتوكاينيز سوالة فسفرة وبعدين بواسطة تفاعل هذا المركب الفريكتوز واحد بي يتحول المن بواسطة هذا المركب البلاحمر الانفركتوز واحد بي اللي حصلنا عني منانة ها راح يتحول الى DHAB وغليسرالديهايد غليسرالديهايد راح يتحول الى غليسرالديهايد 3B بواسطة الترايوس كاينيز التي مع ال DHAB يخضع علما لذني يتجمع معا اللي يتحول الى غلوكوز او يتأكسد يدخل الى غليكولازيس هذة المهمات هاي انا ما فضل تحفظونا صراحة يعني انا ما فضل بس انتكم تحفظون اول نقطة انو غليسرالديهايد يتحول الى غليسرال واسطة الكحول بس هاي بس هاي تحفظيها ماشي لا راح تجي الا قرار يجيب منو هاي المحاضرة هاي المعلومة تقريبا اهم معلومة بالمحاضرة السادسة انو ليش اه الفركتوز فركتوز مو احنا نسولف عليه ايه الفركتوز ليش يختفي من مجرى الدم اكثر من الكلوكوز الكلوكوز موجود الفركتوز بسرعة يختفي لان استخدام الفركتوز بواسطة الفركتوكاينيز والالدوز راح يخلي يعبر من ذن الخطوطين الكلوكوكاينيز والبي افكا ذن الانزيمات ما اللي يفرز ذن الانسولين استخدام الفركتوز الهاذة والهاذة راح يخلي يطفر من هاي وهاي اللي يفارز ذن الانسولين فيضيع بمجرى الدم وما نلقاه خوش فقط وانا شارحها اعتقد كاملة بالبصمة تجزو اللي اياه تقلب اللي اهنا كل واحدة يشوف هنا هسه الفركتو سوريني اللي هو طرح الفركتوز بواسطة البول شلو سببها شلو تأثيرها الفركتو واحد ستة باي فوسفيت ديفسنشي نقص الفركتو واحد ستة باي فوسفيت شلو سببها شوف يقلك ليس تؤدي الى تراكم الفركتوز واحد ستة فوسفيت وش الذي انهبت يثبت او يمنع عمل الفوسفوريليز اللي هو انزيم الفسفرة خوش تمام ويسوي انه طرح سريع بالبول النقطة الثالثة اللي هي الحالات الوراثية شلو سببها شلو تأثيرها وشلو نتيجة هذان النقطين دمج وتثبيط خوش ما اعرف احس الكاميرا كلش واسقة وهذا الايفون اذا اصور بي اليوتيوب ما للايفون سنة يلا يرفع الفيديو يعني يراد له بالخمس ساعات يلا يرفع فيديو بخمس دقائق هذا الهواء يروح تشير بالقواعد دقيقتين نرفع الفيديو لكم باع هنا اجنو غلكتوز متابلازم اول شي شنو مصدر غلكتوز اللاكتوز هاي تحفظها راسمي خوش والغلكتوز انتر قليكولازز يدخل عملية تحليل الشكر بواسط تحوله هاي مهمة ماشي مهمة وين هاي الخطوات وين هذا التحول يصير بالكبد خوش حلو هذا مهم جدا شنو المهم بيه شوف انا قليك او صار 6 دقائق غلكتوز واحس التفوسفيت يريداليك ترانسفير ينقل اللي هو سكر الحليب خوش المن يسوي التي يجعل او يصدع غلكتوز واحس التفوسفيت عن سكر الحليب ماشي هاي خلص هاي خلص هاي جوالات حبثون هامشي نذنو القطرين انه من يطلع سكر الحليب خلصة المحاضرة وانب الخدمة خلص